نوصل عملية شرحنا للميثاق مضمون الميثاق السعودي لأخلاقية مهنة التعليم ونذكر بأننا توقفنا عند المدى الأولى المتعلقة بالمصطلحات المدى الثانية المتعلقة بهدف الميثاق المدى الثالثة المتعلقة برسالة التعليم المدى الرابعة المعلم وأداءه المهني المدى الخامسة المعلم وطلابه والمدى السادسة المعلم والمجتمع وبذلك نبلغ الآن المادة السابعة والثامنة فسنقوم بحيث نقوم بشرح هذه مضمون المادة السابعة والمادة الثامنة في هذا الفيديو بالنسبة للمادة السابعة المعلم والمجتمع المدرسي ولاحظ معي استمرار وجود والعطف إذن الأمر يتعلق بعلاقة بين المعلم والمجتمع المدرسي وبالصورة التي ينبغي أن تكون عليها هذه العلاقة بين الطرفين طبعا لما نقول المجتمع المدرسي لابد أن نفهم من ذلك أنه كل ما تتضمنه المدرسة يعني فضاء المدرسة سواء من زملاء عمل سواء من طلاب سواء من قائد تربوي سواء من مشرفين سواء من عمله سواء من كل الأطراف لأنهم يكونون المجتمع المدرسي البعض قد يضيف إلى هذه الحلقات الإدارة الجهوية أو الإدارة التربوية أو مديرية التربية والتعليم البعض قد يضيف إليها الأولياء باعتبارهم أولياء الأمور باعتبارهم طرف المجتمع المدرسي المهم المعلم والمجتمع المدرسي دعا نتحدث على أن المجتمع المدرسي هو من يوجد داخل أسوار المدرسة أسوار المدرسة تحديدا طيب كيف ينبغي أن تكون العلاقة؟ نحن لخصنا تيسيرا على طلابنا العزاء والمتابعين لهذا الشرح لخصنا مضمون هذه العلاقة في شرطين كما وردت في المادة الشرط الأول أو الصفة الأولى التي ينبغي أن تكون عليها العلاقة هي أن المعلم يدرك أن الثقة المتبادلة والعمل بروح الفريق الواحد هي علاقة المعلم بزملاه وبياته المهني هكذا ينبغي أن تكون العلاقة بين المعلم ومجتمعه المدرسي ثانيا في خصوص ما يتعلق بهذه العلاقة يدرك المعلم أن احترام قواعد السلوك الوظيفي والالتزام بالأنظمة والتعليمات والتنفيذها والمشاركة الإيجابية في نشاطات المدرسة والفعاليات المختلفة أركان أساسية في تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية لذلك يقبل على هذه العنشطة وعلى الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي وأستأذنكم الآن في قراءة سريعة لنص المادة السابعة وفاء وأمانة لهذا المثاق إذن المادة السابعة المعلم والمجتمع المدرسي في التفريع الأول يقول بالنص الثقة المتبادلة والعمل بروح الفريق الواحد هو أساس العلاقة بين المعلم وزملائه وبين المعلمين والإدارة التربوية التفريع الثاني من المادة السابعة يقول بالنص يدرك المعلم أن احترام قواعد السلوك الوظيفي والالتزام بالأنظمة والتعليمات وتنفيذها والمشاركة الإيجابية في نشاطات المدرسة وفعاليتها المختلفة أركان أساسية في تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية إذن هذه هي الصورة التي ينبغي أن تكون عليها علاقة المعلم بمجتمعه المدرسي لكن ماذا عن علاقة المعلم بالأسرة؟ وهذا هو إذن مضمون المادة الثامنة ولاحظ معي أيضا تكرار واو الوصل أو واو العلاقة أو واو العطف لخصنا نص المادة الثامنة في هذين العنصرين المعلم شريك للوالدين في التربية والتنشية ثم المعلم يعي أن التشاور مع الأسرة بشأن كل أمر يهم مستقبل الطلاب هو أمر بالغ النفع والأهمية وأستأذنكم في قراءتي نص المادة الثامنة وفاء كما قلت وأمانة لهذا المثاق السعودي المهم جدا إذن المادة الثامنة المعلم والأسرة التفريع الأول يقول المعلم شريك الوالدين في التربية والتنشية فهو حريص على توطيد أواصر الثقة بين البيت والمدرسة ثم التفريع الثاني يقول بالحرف المعلم يعي أن التشاور مع الأسرة بشأن كل أمر يهم مستقبل الطلاب أو يؤثر في مسيرتهم العلمية وفي كل تغيير يطرأ على سلوكهم يعي بأن هذا الأمر بالغ النفع والأهمية هكذا إذن ننتهي من شرحي أو من عرضي مضمون المادة السابعة التي تتعلق بالمعلم وعلاقته بمجتمعه المدرسي ثم المادة الثامنة التي تتعلق بالمعلم والأسرة بقي فقط لكي نكمل المثاق السعودي بقي فقط تفريع في المادة الثامنة اعتبرناه كخلاصة أو كخاتمة هذا المثاق لذلك سنضعه موضوع الفيديو القادم ونفرد له يعني شرحا خاصا ترجمة نانسي قنقر